يقال العمران هو فن بصري والمباني تتحدث عن نفسها ويقال أيضا أي عمل معماري لا يعبر عن الصفاء فهو خطأ إلى المداولة ألا بكم مشاهدنا مجددا إلى المداولة موضوع الحلقة هو تأخر تسليم السكنات وغياب التهي العمرانية تجزوزات في حكم القانون في المداولة يشاركون فيها المحامي والمستشار القانوني نبيل بنية أهلا وسهلا بك شكرا أن نشكلكم على الاستضافة كما يحضر معي أيضا السيد بلال حاج أحمد مرقي عقاري أهلا وسهلا بك سيدي السلام عليكم عليكم السلام عليكم خلينا نبدأ معك سينابيل بنية لو كانت حتى المشاهد الكريم في الصورة القانونية لهذا الموضوع اليوم عني مساء الخير المشاهدين الكرام ونشكركم على الاستضافة وحتى للنكاق القانونيين نشوفوا باللي المحور اللي طرقته لي في هذا الحساني محور جد مهم كونه يعني أرق مع إداغة صحة تعبير معظم الجزائريين بما فيه يعني من إشكالات قانونية اليوم إشكال القانوني أنه يعني هذا الإشكال القانوني فيما يخص ترقية العقارية عنده امتدادات تاريخية حتى إذا رجعنا الأول قانون في الجزائر سنة اسمناه المشرع من أجل خوض غيمار التطور هو قانون سفر ثلاثة ستة وثمانية يعني اللي كان فيه سنة ستة وثمانية ويكان قانون خاص بالترقية العقارية بعد يعني حصول عدة عدة مشاكل رجعنا ونصلنا حتى يعني سن القانون حدث سفر ربعالي أو معمول بهذا اليوم لكن احنا اليوم كقانوني يعني نشوفوا باللي هذا القانون إذا ما تجسدش وما تتبع الورش وما كانش آليات لتطبيق هذا القانونين دون رحين إحناك قانونيين إذا جينا بميزان قانوني نجدوا باللي يعني سواء المرقي أو يعني مستفيد لكلاهما يعني عنده إشكال وكلاهما راهوا اليوم ضحية عدم إعطاء آليات لتجسيد هذا القانوني لخير دادي على ذلك يعني إذا مشينا هذا القانون يكون من ثمانين ثمانين مادة المشرع يعني الجزري فصل في كل شيء حط يعني كل شيء على السكة سواء بالنسبة للمرقي من خير الالتزاماته من خير الواجباته المدة القانونية الضمانات لي قدمها حتى يعني الإنسان اللي يكون مستفيد حما من طالق من جانب آخر يعني المرقي عن طريق أنه ليسدد هذا الكفاش يعني طريقة تسديد الأقصار اللي يكون فصل في البيع التصاميم يعني الإشكال القانوني قانون فصل يعني فصل في كل شيء لكن شيء يعني إحنا كقانونيين نشوفوا باللي مقدرش يجسد هذا القانون على أرض الواقع وأن تقاعس الإدارات وتقاعس الجهات الواصية من خلال بلورة هذا المشروع القانون أو القانون هذا اللي يعني فوت المشرع وسن المشرع في إطار يعني باش نجسدوه في الميدان اليوم رح ينلقوا إشكال المرقي يشتكي من جهة ومن ضحية ويكون ضحية يعني إذا ضحية هذا القانون من جهة أخرى حتى اللي يعني المستفيد اليوم يعني ما قلناش ما قلوش معظم لكن غالبية يعني غالبية المستفيدين عندهم مشاكل ودايما أصبح الاتهام تمشي صوبة صوبة المرقين والحمد لله يعني اليوم رأوا معنا في الحصة المرقي لرح يبين نائبين إشكال سنناقش هذه النقاط بالتفصيل سيد نبيل سيد بالحاج وأنت مرقي عقاري سي بلال أنت مرقي عقاري لو نحضر بكل صراحة هنا في بلاتو القضية ما هو السبب الرئيسي لتسليم المشاريع السكنية في أجالها المحددة في دفتر الشروط اليوم هذا بسم الله بسرعة السلام على رسول الله باش نشرحه كامل المشاكل اللي كاينين في الأرض الواقع رح يطول كتير شرحة نحاولوا نختصروا المواطن لأن المواطني كلك أنا خلصت درت موعي التعسنتين يعني في خمسة أو ست سنوات مخدر الشقة هي الأسباب الرئيسية في التأخير ودايما كان يكونوا ديروطار في تسليم المشاريع الكترة أسباب يعني مثلا نردك مثلا تحب البروجيتاء تبداه في الوقت وتوسيلوا لي تويتاءه باش يخلاص في وقت في الوقت المحدد أقل شي يعني تروح باش تدوموندي في الإدارة الجزائرية باش يجيو مثلا يجيو بلاسيولك يديروك للاسينيسمو للاسينيسمو تقع التجربة للاسينيسمو باش يجيو باش يجيو يديرو لك للاسينيسمو هادي في إطار انت ما كارك تمشي في المشروع يعني كيميكوش عندك مشكل في المواد وكاين موفرة والحديد كاين وسيمان كاين والبيونيري هدوما اللي يكونون فالأرض الواقع هادي كي كأين دادي دادي מעوامل بزاف وايكيو وللك طريق يحبسك يحبسك منيوم شهر شهرين باي chuyعلينيسمو يجهلها كثير من الناس. كل أسباب هادومة لما يكونوش كل حاجة عندها طريقة القانونية تحت. بالصح الوقت نحضر على الوقت. الوقت يضيع لك في أمور يعني ما تقدرش تحكم فيها انتايا. قلت لك بوكو بلوس كان هادو المشاكل تال إدارة لدمون دي نوتوريزاسيو نبورت كالوتوريزاسيو اللي نورمامو يمدها لك في نهار يوباين تقعد لك شهر شهرين. هادو هادو حاجة بسيطة في نهار الكوتيدياك تكون تقديف المشروع. هلوك نقول فيك توقفها كيفا؟ في الحال توقف تحفيها كاين ضروف قاهرة ليتحبق ليتخليك تتوقف. يعني كاين ضروف يطيحوا لك في أثناء الإنجاز ضروف قاهرة. ما بليش أنا كاين ديفوه واني جيران ولا أيا كان يرفع لك دعوة قضائية يقول لك توقيف المشروع حتى الفصل في القضية. هادو راح يكون. في معظم الكاين بزاف البروجيلي جيسكا بريزن محبسين. دي تروازون راه هم انجيستيس. علاش؟ بسك المواطني انت المصحي ولا المواطنة اللي زاكروا توقعوا. أول حاجة يقول لك حبس. حتى تفصل في الحنا عندنا مشاريع اللي محبسين للومين هذا. هادو البرميان عندي مشروع برميتيعو راهوك. ماتوا عاودتوا وما دي ماريتش. لأسباب بها كده. أسباب بسيطة وكده. هي أنا بنسبة لي. أنا على بل يبلي أسباب بسيطة. بصح أنت باش تلحقها. يفهمها. يقول لك أنا خلصتك. نعم. يقول لك أنا خلصتك وتأخرت. عندي عندي عقد. محدد المدة وتتأخرت لي أكثر وربما من ضاعف المدة. أسباب مثلا. الأسباب أنا عندي دي جيستيف. أنا مثلا المشروع تاعي هذا حوش تار سرايا. عندي رسلت مثلا. مشروع كان كامل في 2017. يعني قريبا كامل. نعم. دماندي تسيال باش دولي البرانشمون. من 2016 أنا دماندي في الفسيال باش دولي البرانشمون تاع الرزيدنس. برانش أولي في 2021. 2021. عندي بلي رابور بكلش. يعني كتاب. يعني أربع سنوات. أربع سنوات غير باش برانش أولي الماء. هذا يا. سونا الغاز كيف كيف. مع البوسترانسفو. عندي دوت بوسترانسفو باش بلاسيتهم كيف كيف. الرقوني. مشي بوتو. باش دي بلاساولي بوتو تاتري سيتي. يعني كيشغل دي بلاسيت ولاية. خوفي هذه النقطة. أستاذ نبيل. المرقي تكلم وقال أنه بعض الشركات تأخرت. هنا من يتحمل تأخر ربط هذه السكنات بالمياه والكهرباء إلى غير ذلك. من يتحمل مسؤولية. هل المرقي أم المكتتب لي راوزتنا في سكنات تياه. اليوم حقيقة هذا هو الإشكال القانوني وهذه هي الثغرة القانونية. اللي نقدره إحنا اليوم من قلوب. اللي نرجع للفكرة الأولى أنه لازم على الجهات الواصية تأطر هذا القانون. إذا مشينا للقانون 11-04 تحت عنوان المادة 43. لأن المشرع يقول لك كل تأخير مثلا كان في تسليم السكنات وفق عقد على التصاميم. يتحمل هذا التأخير المرقي. لكن في الفقرة الثانية يقول لك لكن فيما بعد لازم يعد مبلغ يعني للتعويض هذا. ولا كيفية ولا آليات التعويض يسنه التنظيم. إذا اليوم أنا جيت وحبيت نواجه المرقي كمستفيد ونقول لك أنا أتعوضني. المرقي ما كانش اليوم مادة والله آلية. يقولوا هاو كيفية تعويض وهاو كيفية تعويض وهي الآجل وهي الثغرة. الأكثر من ذلك اليوم نحن لازم كقانونيين. قبل ما نكونوا قانوني نكونوا شوية منطقيين. يعني الإشكال اللي رفعوا الضيف الكريم. إشكال يعني واقعي ورعنا نشوفوه فيه واقع معيش وموجود. وتقعوس الإدارة يعني سواء من هاد مؤسسات يعني سواء مؤسسات الأشغال العمومية أو الكهرباء أو المياه. أنا نشوفوه شيء يعني ما عيش وشيء مراحب. اليوم نشوفوه أكيد. ونشوفوه اليوم باللي كان إشكال اليوم. ما كانش تفعيل لهذا القانون. ما كان السيرولة لهذا القانون. اليوم إذا المراقب إذا نمشينا لبيع التصاميم. كان كونتراتيب يرفضوه من المينيستير. هو ملزم باش يعمل هذك الفورميلر. كما صدراته للجهة الواصية اللي هي الوزارة. لكن إشكال اليوم حتى الوزارة مصدرها هذي الفورميلر. ومش مدير قريب كيفية شي تصرف فيه. حتى سلطة المراقبة نمشي معك أكثر من ذلك. إذا مشينا النص الـ 154 من نفس القانون. نشوفوه باللي. حتى يعني الأشخاص المخوّلين القانون. يعني باش يراقبوا هذا المراقي. والله باش يحاسبوا هذا الإنسان اللي ما يخلّش. كيفاش يعني الإنسان المستفيد. كيفاش يقدر المراقي ينحيدوا العقار هذا. ما كانش. اليوم حتى المشرع في هذا النص الـ 154. بحدد حتى الأجل. أجل 72 ساعة. أنه يعني بعد المخالفة لازم يكون تقارير 72 ساعة أو يتقدم العدلة. حتى اليوم حتى الإنسان المخوّل باش يجي دي التقارير. هذا ما كانش. هاو الإشكال القانون اللي يطيحين فيه اليوم إحنا يا. وما لقى عنيش نلقوا له حل إلا إذا كانت سلطة يعني. يعني باش نكونوا منطقيين ونكونوا قانونيين. لازم تكون سلطة. وإرادة حقيقية لتفعيل هذا القانون. اليوم القانون هذا. إحنا كالقانونيين رح نقولوا يبقى قانون مبهم لسبب واحد وواحد. أنه ما كانش آلية تفعيل هذا القانون. هل فيه قانون يحمي المكتب هنا في حالة تأخر في تسليم؟ نعم يعني على كل حالة إحنا إذا مشينا النصص القانونية اللي موجودة في القانون إحدى السفر. يعني بدي كينا حيماية كاملة المستفيد من حيماية يعني ما يقدمه المرقي. سواء من الضمانات اللي يقدمها وضع الليزاسيونس اللي يكون مخلصهم في لدوسيتيا وقبل ما يدلوا العقد على التصاميم. والأكثر من ذلك كان يعني صندوق وطني. اللي هو يتكفل في حالة إفلاس هذا العقار في حالة الترقية العقارية في حالة يعني أنه هذا المرقي يعني ما يكملش من الإتزامات تعولي ظروفين ما لقوة قائرة. اليوم هذا السندوق هو لا حيتكفل وحتى المشرع في نص المدى. 55 دلوا على سبيل الحصر ويناهم المهام ليقدر هذا السندوق يبشر ويعني ويحفظ حق المستفيد. لكن اليوم الشيء احنا كقانوني ما فهمناش. احنا القانون اليوم روى موجود. إذا القانون لما تفعلش يبقى حبر على ورق. إذا اليوم ما كانش آليات وما كانش إرادة باش نمشيوا. لأنه اليوم أصبح هاجس هاجس يعني كبير في الجزء. حتى لو كان اليوم الضيف الكريم روى مراقي عقاري. ولو كان حتى نجيبه إنسان مستفيد اليوم كلاهما رح يخرجوا بأنهم ضحايا. لكن أنا كقانوني نشوف هما ضحايا عدم تفعيل قانون. القانون هذا ما عنده شروح. بقى بلا روح قانون. لم يوجست. يبقى قانون بلا روح. اليوم احنا إذا مشينا كقانونيين. نشوفوا باللي نص كلاه كلاه الطرفين. يعني كطرفي العقد. حتى إذا كما كانش قانون خاص. حتى إذا مشينا للقانون العام. راح نخشوا للقانون المدني. اللي هو أماني القوانين. نوجد بلي كيين حماية. حتى لا تحت عنوان نص المادة 519 ومية لها. كيين يعني وين حماية كاملة سواء للمرقي أو للمستفيد. لكن اليوم ما لازمش ننكره حاجة. حتى هذه القانونة دي صفة ربعة. عرف ما معنى الترقية العقارية. عرف تكون هو المرقي العقاري. لأنه كين خلط بين المرقي العقاري وبين المقاول. المرقي العقاري هو ذلك يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي. اللي راو عنده النقريمو عنده اعتماد. ومتسجل في الجدول الجدول الوطني. وهو من بعد رح يشرف. رح يكون عنده دور رقابي. ودور إشراف على هذا الترقية. يعني على إنجاز هذا. من خلال سواء مع المقاول. سواء مع ما كاتب الدراسات. مع الناس اللي يكون عنده لسويفي. لكن اليوم حتى في هذه الانتزامات اللي بينه وبين هذا المتعمل اللي معاه. رح يكون فيهم إشكال. الإدارة الجزائرية احنا الحمد لله رانا اليوم. رح نتمنى أن نكون كالإنفراج. من خلال الجزائر الجديدة. ونحيو الممارسات اللي كانت في السابق. اللي خلات اليوم المواطني عيني. نعم بارك الله فيك. سي بلال. أنت وك مراقي عقاري. ربما بعض المكتتبين يشتكون. ما نش نتكلم عليك أنت. ربما بعض المراقي الآخرين. يقول لك أنا مضيت عقد مع مراقي عقاري ما. بسعر. واليوم راه يطالبني أن نزيده في الأسعار. بحجة أن الأسعار زادت. يا أخي الكريم شوف. لازم كما نقول لك. الأستاذ يكون. في الوسط. في الوسط. كما يقول لك إنسان يكون عادل. ما يميل على ما هذا لا ما هذا. ويكون واقعي. هذا الفورميل. عقد بيع على التصاميم. صح. أنا دوك أمبيع حاجة اليوم. أي بينا. بعت هلك اليوم. تمن هاليوم كي مراه في المرشي. نشرين بيع معك. تخلصني نكتب لك. ربي سهل. دوك غدوات والي. دوه سيدو بالتريب. الله يعاونك. ما شغل حقك. أنا بعت لك على التصاميم. يعني حاجة منطيقية. أنا في هاد المدة. من اللي بعت لك على التصاميم. المدة. نسلمك. للمفاتح. مفاتح. راحيك أقول لهم. تستة وتلاتين شهر. تستة وتلاتين شهر هذي يا أخي. يقدري يصراو فيها بزاف أمور. فهد تستة وتلاتين شهر. يعني. أنا اليوم. كي در تليتون تاعي. مع مكتب دراساتي وسيد تليتون باللي. باللي. المشروع راحي يكلفني. تكلوا فتاو. مثلا. مليون دينار. نعم. في تلاتين شهر هذي قد يسقى من تلتة ملايين دينار. يعني. مثل. فهد الحالة هادية. أنا نعرف باللي كاين. المشروع الجزائري. خداها بعين الاعتبار. يعني. بسك. أنا ما بقيتش حاجة يعني واجدة. يعني القانون يقول بلا أنك تقدر تزيد في الأسعار. أكيد. أستاذ نبيل هل كاين هذا النص في القانون؟ نعم. يعني إذا مشينا القانون حدير سيفة ربعات تحت عنوى النص المدى 38. والمشرع يعني يعطى الحق للمراقي. أنه تكون كين ما يصطلع عليها ريفيزيون دي بري يعني. يعني باش يعود تدير تحيين للأسعار. يعادة مراجعة الأسعار. ولكن مراجعة الأسعار. ومد نسبة ما يفوت هاش المراقي هي نسبة 20% من المبلغ المتفق عليه في عقد التصاميم. وطبع ما هذي ما يعرف هاش المكتري بلا مواطن. يقول لك بللي ويزاد من راسو. إحنا اليوم الإشكلالة ما زيتش من راسو. لكن حتى المشاريع اشتارت على المراقي. هي اليوم أعطاني المراقي حق أنه يقدري يعني يكون اوغمونتاسيون في البري تعالى هذا العقار اللي حي يستفيد منه. لكن يقول لك يمشي بالمؤاشرات الرسمية في الأسعار. لكن اليوم إذا مشينا من الباب هذا حتى المنتسب يعني لازم لليوم نكونوا شو منطقيين. ونطرحوا إشكال باش يكونوا في الباقع. صحيح. اليوم مع الناشحة اليوم كجزائية لازم إذا حبينا نتطوروا لازم نصارحوا بعضانا. نشوفوا النقاط السلبية اللي عنا. اليوم احنا أنا كقانوني أول نقطة سلبية نشوفها. أنه المكتتب يعني اللي يحب يشري العقار هذا. والمراقيين هار يمشي لعنده مكانش سيغة قانونية. مكان صراحة مكانش حتى الانسان اللي يحب يشري. الصوت سور الأوكازون. أنا نزرب نشري وخلاص. لكن تشوف اللي ليك واللي خاطيك. اليوم المراقي هذا اليوم احنا. ما نش ندافع عليه. اليوم عنا وساطيين ومدوا في نقطة قانونية. لكن المشرع اللي دافع عليه تحت نص نص المادة ثمانية وثلاثين. وداله نسبة زيادة ما تفوتش عشرين بالمية. علاش؟ لأنه لسبب بسيط. اليوم هاد المواد الأولية. احنا اليوم مناشا مبي بروديكتور. احنا كلش يجينا على امورتاسيون. نعطنيك مثال صغير. يعني تدهور يعني الأسعار الدينار الجزائري في البورسة. رح ينعكس سلبا على المراقي اليوم. اكي. وخاصة المشاريع البناء. المشاريع البناء نعم حتى باش يكون الإنجاز لها. تبقى اليوم من المدة. احنا اليوم دايما كقانونيين نقولوا القانون موجود. صاريح واضح 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 المعالم. واضح ما لك وما عليك سواء بالنسبة للمراقي أو بالنسبة للمستفيد. اليوم تبقى تزيد هذا القانون. ولازم احنا اليوم تكون عنا ثقافة. ثقافة الاستشارة. ثقافة الاستشارة القانونية. يعني بالمناسبة حي الزميلة والزملاء المحامين. يقدر اي مورقي يعني. والله اي منتسب. انه يستحب معاه انسان من اهل الاختصاص. من اهل القانون. وين يفير فيه وين يكونتراتيه. حتى انه اليوم يعرفوش ليه وشه ليه. حتى اليوم دينا بوهد. حتى الاكثر من ذلك اليوم كين هاجس. يعني انا شفوه واقع معيش. انه كين بعض المنتسبين. والله الناس تشري هاد العقارات. مكان ما زال ما ما كملتش الانجاز. ويجي هو ويدخل لها عنواتا. ويحب يستفادي منها ويطالب بالسكن. صحيح. في وقت انه القانون يمنعو. القانون منوع عليك اليوم ما راكتما. حتى انه كان يمشو الجانب الجزائي. فيها جانب جزائي. انه صاري تتهور ودير امورات. يجي يقولك انا عندي سكن روح يكمن فيني واحد. لا. ما هيش هذه هي. يقدر حتى البروموتور من بعد يتبعك يعني بامور. تقدر تديك حليل قالب جزائي. تما احنا اليوم. كقانون يشوفو باللي كينا نقص فيه ثقافة قانونية. بالنسبة للناس المكتتيبين. الاكثر من ذلك. يعني ضيفك الكريم راه هو مراقع قاري. اليوم راه وجهه الناس. وبالك روابه عنده مشاريع. وراه يعاني من يعني سواء امور بيروقراطية. او امور يعني اللي عايشينها. لكن الواقع ما ايشتنين. شوفو باللي كان بعض المراقين. رام الحكم ولا ناس تراهم. وسيلكوا عليهم. بيابان سيولي يطرابوا بدي بورسان. ولا بين بورسان. ومبعد يمشي السيدة. يهرب ويروح. لكن مبعد لو كان يجي هاد المكتتيب بشي. يطالب حقه. يلقى عنده امبان. كين الناس ما عندوش. ما عندوش عقد على التصاميم. يعني تعرض لعملية تحتيال. نعم. عملية تحتيال. لكن عملية تحتيال. يسهل على المحتيال. نقص الثقافة القانونية لدى المواطن. سنعود إلى هذه النقطة أستاذ نبيل. أستاذ بيلال أنت كم مراقي عقاري. في بعض المراقعين. في مراقعين عفهم في بعض الحالات. يأخذ مشروع أكثر من قدراته. ومقدراته على الإنجاز. وبعدين يحصل فيها هنا كيف. شوف المراقي العقاري. يشد على هذا يشد على هذا. بعدين قرره حاصل. شوف المراقي العقاري. السبب المعاري. يعمل في الـ . يعمل في مانتج فينسي. يعني. نعلم بلدي. مثلا. نبيع برتمع واجداء. برتمع واجداء. ومشاهد الأببال. البرتمع التي تكون واجداء. وبرتمع التصامير. لا يوجد نفس السعر. تكون أقل سعر من البرتمع الواجداء. المرقي العقاري اللي عندو يقدري يبني مشروع مثلا تعميتين مسكن او لا مبيعوش على التصاميم ايفيتي كامل لابا براسات الفوند غارونتي ايفيتي ايفيتي بزاف لابا براسات الفوند غارونتي هتما بلوتوت على الفون في اس بي يعني راحيك تتعب شوية تعب باش تقدر تلحق انك نوسيلك عقد بيع التصاميم عند الموتق في هجرة عهد اناني باش نقدر انا نروح نوتقلك العقد التاعك بيع التصاميم عند الموتق يعني واحد اللي عندو تما الانفلوب البيجي تاع ان بروجي تاع ان بروجي تاع دلسان لوجمو اللي يولو كان يكونوا عشرة ميروحش لطريقة عباد التصاميم اي بيع نهائية اخي جين راح ندل نوتر نكتبلك عقد نهائية دارك هكتنسل المفتاح مايش نفس السعال تماما فيستادرامو الفي اس بي ديجا اصلا هو الاصل تاعو سيتا مونتاج فينانسي يعني انسان يقدر يبراك يكون قادر يشريل قطعة الارض يقيملكها ويكون قادر باشي الحقي يخلص البروديتو يعني يبدأ في المشروع يبدأ ينطلق في المشروع عندو واحد المرحلة التي يقدر ينفيست فيها العبور برسونال تاعو هي اللي تكون سبقت بعدها ايجيو المكتتبين هما يكتمب بطريقة احنا مشينا مع القانون تاع طوبوني فيه تاع الام بورسون هاداك الاستفاد منه من المواطنين اللي هو 12 مليون دينار يعني هو سعر هاداك الوقت كان يقدر انسان يخدم ويخرج فيها بصح مليار ومائتين في هاداك الوقت 2013 كي بدأت هاداك الطوبوني في البولتاليبونك كان تخرج بصح مع دوكا ومشي دوكا اكتويا الموت سماما بالدومي الكنز في 2015 كي بدأ يدهور دينار يعني مليار ومائتين ما تشير لكش داري يا اخي الكريم يعني تكلفة تحبلة تيران تحارة هيك تكون عالية يعني ما تقدرش تخرج نبورت كالبروموتور يبني بيخرج بالسعر هاداك يعني مو حال ما ممكن تخدمها للبادقام هل في مراقعين عقارين اشهروا يفلسهم؟ هربوا انا اتماع لابلي ما اقدروا شي يكمل المشاريع ما عندي شوف اولا كاين بزاف مراقعين عقارين يبانلهم دراهم وجراو دوتما كلش دراهم يا اخي الكريم كاين جيستيون فالبروموسيون موبيليا ماشي غير دراهم يعني راهم مشروع كبير مشاريع عادو ما تعالى والليموبيليا معروف بالليموبيليا هو السكتور اللي فيه بزاف سيولة ودراهم الناس بنقص الخبرة تحهم يشوفوا يقولوا اه سهلا بنيان ونبني وندي فايدا وهذا يودي هيا نو كاين بزاف ناس كتير بزاف ما عندهم مش مان باريجيس تاع ببروموتور يموبيلي يعني ما عندهمش يشريوا دوكا اكتويا الموم يشريوا دي فيلا يريبوهم يعود يطلعوهم باسمه الشخصي يقول لك احنا بني مسكن عائلي فيها 12-15 شقا اه ويعود يبيعو ويعود يوسيلو طريقة هادي ماهيش طريقة يعني تخدم البروموتور تسمى الليماج تلا بروموسيون موبيليا يعني هاد طريقة الهماجية والشك سكتور يكون فيه بزاف دراهم يعني يدخلوا في هاد الناس هادو مالكو الاحترامات اللي هم تجار بس احتياج التجار هادوك مهامش مرقين عقارين المرقي العقارية اخي يخدم طريقة علمانية عدنا انيتود بيروديتود عدنا يعني الفينانسمن كيف باش يكون يعني فيها طريقة باش 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 فيه تخطيط كامل تخطيط كامل مع الناس هني قلت لك عنده كل واحد والمجال تاعو يعني يكونوا فيها مهندسين يكونوا فيها كم يقول اذاك فيه مستشارين فيه محامين فيه مجموعة لتعملوا مش مرقعة عقار الواحد هذا يولي يسمى مقاون بارك لوفيك استاذ نبيل في بعض البنود يجب مراعاتها ما بين المكتتبين لكن فيه فراغات قانونية تحدثنا عليها تخلي بعض الطرفين يعني يلعبوا عليها لما يتأخر المكتب في دفع الاقصاد اكيد هنا المشروع يتعطل اه يدي اسمحت لي قبل ما نجاوبوا اسؤال اذا نعقب على وش قال بفضل بيخسر وصفك الكريم احنا فيما يخص اليوم لازم يتعني باك باك باش يكونوا منصيفين حتى يعني اليوم الزابون يعني ليجي يتوجه للموراقي العقاري صح العقد بيع التصاميم اليوم راهو يعني الموراقي راح يستعمل ينطر من الدراهم تاع الناس هذو باش يدير ترقيها العقارياتيه لكن هذا ما يمنعش باش حتى الموراقي العقاري يكون عنده انفون ليكو فري هذا البروموسيون اللي حيقدمها علاش؟ لو كان سيجامي يتعطلوا للمكتاتبين اذا منها ندخل لسؤال تاك اذا تعطلوا المكتاتبين في الدفع اليوم هل هذا الشي راح يعطل البروموتور احنا كي نمشي البروموتور كي يتفضل ضيفك الكريم يكون بروموتور وفريسونس ديومه إنسان يمنظموا على باله وعنده نظرة استشرافية وين راح يوصط وعد المشروع وكيفاش يمشي فيه بتاع انسي جام ينتعطل اليوم اذا واحد سؤال يطرح نفسه واحد من المكتاتبين مسلا ما مرجاش يخلص القانون الواضح هذا السفر الرابعة إنه المرقي عنده الحق إنه يبعثوا إعذارين يعني مدة 15 يوم إعذار أول 15 يوم ثانية إعذار ثاني يقدر حتى بعد الإعذار الثاني إنه يبلغوا حتى الإعذار تبلغ بطريقة رسمية عن طريق محذر قضائي هنا يقدر حتى المرقي يقصيه من هذا يفسخلوا العقد لكن اليوم هاو الإشكال إذا مشينا للشق الثاني من السؤال تعك وقلنا راح يعطل المشاريع هنا تريد الإشكال يتحمل المرقي علاش النهار الأول فلنظر الاستشرافية تاك دير حسابك سيجعملو كان واحد مية فارسيليش أوتوماتيك مورا عنا حيلو ساكن تاعو لو طون اللي نعوضو بإنه أطرق بها سونحي بشخص ثاني لازم تليوم هذك المبالغ المالية تكون عندك بايش تضخها في الحساب تالي خليك فات نقطة بالذات اليوم المرقي العقاري راه يشتكي ويقول أنا مواد أسعار راه يثاف أضعاف مالها ما نقدش الكامر المشروع هل القانون يحميه؟ نعم هو القانون يحميه تحت نص المادة 38 وتالرقم على يعني مقبيل لكن اليوم إحنا لازم إذا مشينا لاش اليوم نشوف باللي نقطة يعني اللي اخترتوها في هذ الحصان نقطة جوهارية إذا حبينا نمشيه نخرج من أزمة الساكن في الجزائر يقولوا أزمة الساكن ليس تقضية العدز الساكني يعني باش نقدموا ساكنات للناس باش الناس تسكن في الوقت باش الناس تدي الواسع يقتاحها بس وكاين موراقين عقاريين ونوعية الساكنات أيضا ونوعية الساكنات كاين موراقين عقاريين يعني في سنوات التسعينات بنا وسلموا الناس على ساكنهم عندهم شوية ثايق ألا اليوم لازم نبدأوا بالجوهر الجوهر الإشكال هو تفعيد القانون القضاء على البيروقراطية وسلم يعني القوانين حاد يعني القانون فاصل بين الموراقي وبين المنتسبين يرموا المستفيد هذا باش اليوم كل واحد يعرف ما له وما عليه اليوم احنا إذا حال إذا صح في العبارة قانونيا ونقولوا رانا في فوضى قانونية قانون قاصم جامد ما عندوش آريات تفعلوا اليوم مشينا من تاريخ مشينا من أهل الاختصاص كل واحد يفسر شي لي ساعدوا اليوم الموراقي يفسر المادة لي ساعدوا والمستفيد يفسر المادة على حسابه يساعدوا إذا اليوم إذا ما ضبطتش السلطة وفسرت كان تفسير قانوني السلطة الواصية هي اللي تفسر ما تخليش اليوم كل واحد يفصل على حسابه هو ويدير القانون الخاص به بارك الله فيك السبيلة المكتتب اليوم ربما في مختلف السياغ لما يتسلم الشقة تيه في كثير من الأحيان يستطيع بعدم احترام معايير الإنجاز ويعاود كل شيء يعني اليوم مثلا ربما سواء في أي سيغة سكانية اليوم مضطر المكتتب أنه يعاود داروه من داروه جديد يا أخي اللي كاني بشوف هذي كاين أنا أتعرض بزاف لهذا الموقف هاليا ذوك إحنا يا ماتلنا لدينا مشروع عمية 241 مسكنة أبو سماعين هذك ذوك إحنا لازم نخدمه لارشيتكتور واحدة يعني اليتيب تاليزا بورتومو رح يكون نفصل طبق البرميري اللي خصة البناء اللي عندي أنا كاين دي كليون اللي استاشرتهم قبل كي كانت الأمور تمشي هذك الوقت عندكم الأشواء entre الماتيريوت كونستريكشي وطروا مودال مثلا اللي كولر يجي يقول لكم معالي شاطينيات اللي كولر لكم بس كما يقول لش أنا كل واحد ترضيه يعني وأشوف احنا التقافة على الجزائريين ديجا كي يحبي شريدار يكون مزام تزوج غري يتزوج تجي مرضو تقولوا عود كلش لا توش تحاد دير لا توش تحاد هادا ما قدوش انه ينحيوهم دهنيتانا كل واحد وقانا يحبو تندنس دوك اليوم راهي ما كاش ماتريو جديد غدواش اللي يدخل دخلة لابيار يحبو يوصي صنوب لابيار واحد يقول لك أنا نوصي أوبن سبيس هذي توقع في الاختيارات لكي أنا لما نشوف يعني عدم احتيار معايير إنجاز يعني اللي يوم ندخل منحط يديفرحيات القايد دي دخلت داخل الجبس شوف هذي يا اخي المشكلة عاديوليد توجو الغلاء يعني إنسان كيكون البروجي راهو عندك اللي ما تريو تاعه وما زلو كي مالي وسيتهم فليتوتو كي مالي راك في الارض الواقع عاك تلحق للإنجاز تحوم حسبت باللي كايين فليتوتو تاعه كدرت بلي البلاتر يدر مثلا مئة ألف اشكار بعد عام ونص اللي يلحقت للبلاتر سبتو يدر مئة ألف ميكوش كايين إشكال بس حولها سبتو يدر ثلاث مئة ألف أخي الكريم ما قولك شح البروموتور يخدع ولا الانتريبريز اندو كنسيني معها كونترا بس كنا الانتريبريز شركة الإنجاز اللي تحت إنجاز لي كيف كيف سيني معها كونترا واسي ولا البشي بلا يخدم يروح يسيب المواد البيئ وانا عندي مراقبة وبروجي تدر ويراقف في البشروع وراواقف قدما واساق في هذا الانتريبريز يجيب لك كاليتي موفيس كاليتي على البلاتر باش يكيسانسور كان هناك مشاكل بزاف في شركة الإنجاز كان هناك كونكورنس للكونكورنسة اللي تخليح ويطيح السعر يروح يسوميسوني مثلا في شركة وطنية ولا 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 بريفي ولا يروح باش يدد المرشي يروح يطيح في السعر والسعر هو لو طالعت ما المواد البناء أيضا يطلع في السعر وهو باش يدد المرشي يروح ينقص أقل وإحنا عدنا مشكل في يقول لك الموانديزة أقل السعر وليد المشروع نعم براكلاوفيك أستاذ نبيل في نفس هذا النقطة ربما كتعقيب إذا مشينا بأقل السعر هنا ربما المكتتب يخسر لا يعني في النقطة عندي وجهة نظر أخرى يعني وجهة نظر قانونية اليوم دائما في إطارها في إطار قانوني هذي ما هيش حجة لكل حال باش اليوم نواجه بها الإنسان المكتتب ونقول له أنا راكاليتي ما هيش مليحة باسكولي بريزادو اليوم دور المراقي الاعتماد اللي عنده تعم مراقي أنه يدير دي كونفنسيون سواء مع المقاول أو برود يدود والله والله الناس متعامل معهم لكن دور الرقابة يبقى ليه هو يلاقب الجودة هو يلاقب تحيين الأسعار هذو حتى القانون حماية في نصف مدى ثانية وثلاثين أنه كان الاغمونتاسيون لازم اليوم من المكتتب ثاني يفهم بالنهار يجي المراقي ويقول له أنا نقدر زيادة يدير الحساب ذاتي ع باش نعطيك أنتريك كاليتي من اليوم نرجعه ثاني نقطة ثانية كان بعض المكتتبين يدخل يعني أنت اليوم شيت في ترقية عقارية شفتها على التصاميم لما نشوفه بالنهار المراقي العقارية عندما نتبشيه ليه راح يدير لك يعني نعطي لك نعطي لك هونطروات يشوفها يعني جاهزة من بعد يدخل هو يحب يدير دي موديفيكاسيون في الأبارتومنتي أو وين يضرب المراقي كنقوله وين يضرب المراقي إذا بدل الوجهن تعل هذا العمارة راح يقص لليبيتاسيون تعل العقار المراقي تم اليوم هاو الإشكال القانوني اللي حاصل في هذا الأمور لازم نرجع دايما نقولك قانوني تطبيق صاري من القانون ونشكركم على الحصة هذي تعبئة ثانية تعبئة يعني ثقافة قانونية باش نستفهم ما لها وما عليها ما لازمش اليوم الواحد يجي يشري ومبعد اليوم الفوفيرا ديفيرونس كين قانون يعني جامعي وكين أجزاء مشتركة تسيروا فيهم كامل ما عندكش الحق انك انت كمكتتب تجي تتصرف عليهم صحيح ومن جانب اخر حتى المراقي العقاري ما لازمش يكون عندك حجة تتخبى بها على حس انه المقاول مداري مقاول تلي مسؤول علي انت يمداري معي على كونترا انا مكتتب ما انت تحملش مسؤولية انه جابي موفيس كاليتي اليوم هذي مسؤوليتك القانوني لازمك انتع لها بارك الله فيك سيدي الكريم اذا بهذا مشاهدينا ناصر بكم الى فقرة الاشتشارة القانونية متواصلونا دائما معكم مشاهدينا الكرام اذا وردنا سؤالين عبر مركز الاثير الاصغاء موجهن ليك سينبيل السؤال الاول من طرف بن ساحلي علي من ولاية ستيف اب لطفل يبلغ من العمر 15 سنة معاق باعاقة ذهنية نسبتها مئة بالمئة يقول للأسف قام شخصيا بالاعتداء عليه جنسيا ولقد عرض الضحية على الطبيب الشرعي اينا ثبت ان الطفل تعرض لهذا الاعتداء المتصل قام بمتابعة الشخصين قضائيا الا انهما استفاد من البراءة التامة كيف اضمنوا حق ابني يعني فيما يخص سؤال اليوم احنا كقانونيين نقولوا يعني و لازم نكونوا دائم المنصفين و اليوم الجزائري يعني نقدر نقول لك نأكد لك انا كقانوني انها يعني من البلدان الرائدة فيما يسمى حماية الطفولة تحت عنوان قانون 12-15 يعني و قانون بيعني يحمي طفل و اذا قلنا طفل يعني و حتى هذا القانون عرف الطفل انه من سن 13 سنة و نحبطوا يعني اليوم رايكينا حيماية حتى يعني كان دي بريقادة مين و رايكين شي يعني يعني الشي اللي استغربوا يعني من السؤال اخ كريم انه هذا الناس دي و براءة حتى انه طبيب شرعي يقول بلي يتعرض اليوم الشهادة الطبية تثبت العدس ولا تثبت العلاقة السبابية تما بليست تحصيل حاصل انه هاد الاشخاص هما اللي اللي تعدوا اتخلها تما اليوم يعني يعني احنا ماناش انا نقدر نأكدوا و واقعنا عايشينهم في المحاكم ولا مستوى وطني مكانش اليوم ليتسهل في امور كما هذي يعني دولار يواقف لهذه الامور حتى انه سادق وضعته وسادق وكالة الجمهورية يعني في التطبيق التحمر وتطبيق صارم لنص يعني نصص المواد القانونية يعني مشكلها القانون 12-15 نعني نستغرب بالسؤال تيهو لكن اليوم هل هاد الاشخاص هما يعني اللي ارتكبوا الفعل هذا ولا لا لا وحتى يعني كانت تقنيات كبيرة واني يقدروا يثبتوا فيها خبرة وفيها الخبرة وفيها يعني يقدروا يثبتوا باللي هادو ذو كل يوم بقى اعتداء رو ثابت بشي هادا طيبية بقوا الاشخاص اللي اعتداءوا هل هادو هما عملا انه يعني بلا ما عناش وقايا يعني باش نجاوبوا مئة بالمئة نرى سؤال مبهم لكن شي نقدر نأكده وبالممارسة يعني اليومية لهذا الاشخاص لو كانت مشتبه فيهم بواحد بالمئة ما راح يشيطهم ببارك من هذا المنبر نطلب مشاهدين الأكارم لما يرسونا ويتصلوا في موضع خاص يعطونا التفاصيل حتى يمكن للمستشار القانوني أو المحامي هن يعطينا إجابة كاملة السؤال الثاني اتصلت بنا أيضا السيدة شعابنا جميلة من أقبو ولاية بجايا قالت لحق بي الضرر من طرف أختي التي تكبروني بثمان سنوات هذا الضرر يكمن في استيلائها على نصف قطعة أرض هي ملك للوالد رغم أنها لا تمتلك عقد الملكية ولا عقد هيبة لأن الوالد والأم هما في الأصل على قيد الحياة وجد أنفسهما يتابعون ابنتهم قضائيا بتهمة الحصول على أرض ليست ملكها القضية أصفرت عن عدم قبول الملف بتاتا ما جعل الأخت تسلب القطعة الأرضية فعلا ما هي الإجراءات اللازمة لوقف هذا أولا الشقة الأول تسؤال هي الضرر لي الحقها ما يقدر لي الحقها لا هي ولا أختها لأنه مدام الوالد التي حم حي الملكية حتى أختها يعني هي ما عندهاش حق حتى السائلة في حدتها مدام الوالد التي حم لقد الحياة هي ما عندهاش الحق مدام هو حق الملكية وحق التصرف له أما فيما يخص الشقة الثانية تالي أختها يعني لأنها استيلات على القطعة الأرضية القانون هي منحها من هذا الشيء حتى الأكثر من ذلك أنه تقدرين يعني في متابعة جزئية تحت نص تحت عنوية نص المادة ثمية وستوى ثمانية من قانون العقوبات تعدية الملكية العقارية وفيها حتى يعني عقوبة سالبة للحرية تقدر تمشي للحبس الشقة الثالثة من سؤال تحها أنها مشيت وترفضت هذا الشكوى اليوم بلك رأي الشكوى نحن اليوم كقانونيين وجهها أنها تمشي يعني الأهل الإختصاص للوحد يعني من الزاملات أو الزملاء المحاميين رح ينبوها في هذا الشيء ورح يقومونها بالإجراءات لكن الشيء الأكيد يعني ويكون يعني نفسطو فيها اللي هنا مدام الوال التي حروا على قيد الحالات الملكية راح ينتاعوا ما يقدر لا هي ولا أخدها يتصرفوا في هذا العقار تم اليوم حتى يعني باش ن من خلال يعني نوره ومشاهدين الكرام الشقة الثانية مستوئة يعني أخدها استولاتها على هذا العقار ما يسمح لاش قانون وعندها يعني متابعة جزائية تحت نص المدات ثمية وستوثمين من قانون العقوبات تقدر تصل يعني باش تكون لها عقوبة سريبة للحرية بارك الله فيك أستاذ نبيل بنية على كل التفاصيل تقدمتها اليوم أستاذ بلال الحاج أحمد أشكرك على قبول الدعوة لأنه كثير من مورقين رفضوا الدعوة نشكرك على هذه التربية الدعوة السلام عليكم